يقول معلمي هذا الانذار البسيط راح يلقون وقلت لكم راح ينحسر الكرونة من قلت لكم لحد الان بدأ ينحسر الكرونة بكل العالم بلبنان بالسعودية ما ينحسر راح يتوسع شوية بايران راح يتوسع شوية ما بيها مجال اكو حسابات عندي وعند معلمي تختلف بالعراق ينحسر غصبا على اليرضى والما يرضى امر الامام نافذ وامريكا يتفشى فيها يصعد ورح ينحسر الى ان الطق طقاكت المرعبة يقول هذه المرة اذا اجه يقول يفتك فتكا في الناس بشيء غير طبيعي ولذلك العراق ولبنان يكونون في مأمن من هذا الفتك القادم انا مو ااني انا دمية انا حتى ما يجي واحد يقول قال ابو علي لان انا قلت لكم راح يصير هجرة معاكسة الان بدأت الهجرة المعاكسة ما بيها مجال بدت لان الانسان بدأ يحن الى وطنه بدأ يحن الى الحاضنة الحقيقية الى الام والحنون اللي هو الوطن اللي فقده نتيجة كان يحتز بالجواز الامريكي او البريطاني او الالماني او التركي او الاسرائيلي او الروسي ذن بعد ما يسول شيء بعد ما الهم طعم جنة بدون ناس ماتسوا